نجحت مصر في فتح أسواق للفلبين أمام الصادرات الزراعية وذلك لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية وجاء ذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجانبين المصري والفلبيني استمرت لأكثر من خمس سنوات وكشف تقرير وزارة الزراعة أن الوفد الحكومي الفلبيني أشاد بمنظومة التكويد والتتبع الجديدة للصادرات الزراعية المصرية والتي يطبقها الحجر الزراعي المصري وفقا للشرطات ومعايير الجودة الدولية لتكون بذلك مصر ثالث دولة على مستوى العالم تنجح في التصدير للفلبين بعد أمريكا وأسبانيا